اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء اعلن مندوب روسيا لادائم لدى الامم المتحدة ان بلاده ستوقف اطلاق النار في اوكرانيا بحلول الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت موسكو اكد السفير ان روسيا ستفتح ممرات انسانية لاجراء المواطنين من العاصمة كييف ومن مدن تيرنيغوف وسومي وماريو بول اكد ذات المتحدث خلال الجلسة الطارئة لمجلس الامن الدولية التي عقدت حول الاوضاع الانسانية في اوكرانيا ان بلاده ستسمح للاوكرانيين باختيار الوجهة التي يريدونها في السياق ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها ان روسيا اعلنت امس هدنة مؤقتة في خمس مدن اوكرانية لاجلاء المدنيين وشملت الهدنة العاصمة كييف ومدن خاركييف واتيرنيغوف وسومي وماريو بول واضفت الوزارة بان وقف اطلاق النار سيبدأ اعتبارا من اليوم قال الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلنسكي ان بلاده ستواصل المفاوضات مع روسيا الى غاية الحصول الى وقف الوصول اقول الى وقف لاطلاق النار واكد زيلنسكي في رسالة مصورة نشرها عبر تيليجرام فجر اليوم ثلاثة ان بلاده ستواصل التصدي للجيش الروسي مشيرا الى انه ما زال متواجدا في العاصمة كييف اعلنت الشركة الاسترالية فيفا انرجي للتكرير اليوم انها ستتوقف عن شراء النفط الخام الروسي وذكرت شركة التكرير ايمبول وفيفا انرجي انهما ستستوردان الخام من بلدان مختلفة مع تأكيدهم على قدرتهم الحفاظ على الامدادات كون سوق طاقة النقل الاسترالي لا يعتمد على الخام الروسي بدرجة اولى في ليبيا اعلن خمسون نائبا تأسيس كتلة معارضة لاجراءات البرلمان الداعية لتولي حكومة بشاغ مقاليد السلطة وتنظيم انتخابات خلال 14 شهرا وطالب النواب باخراج البلاد من المراحل الانتقالية فيما دعت الكتلة التي اطلقت على نفسها اسم برلمانيون ضد التمديد في بيان لها الى اصلاح البرلمان ودعم المسار الانتخابي مشددة على دعمها لمبادرة المستشارة الاممية ستيفاني ويليامز الرامية لحل الازمة السياسية الحالية اعلنت وزارة الداخلية التونسية رفع الاقامة الجبرية والمسؤولة السابقة بوزارة الداخلية فتح البلد وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك انه بعد تنفيذ قرارين في الاقامة الجبرية على التونسيين وتبعا لوجود ابحاث عدلية في الموضوع احيلت للقضاء تقرر انهاء مفعول قراري الاقامة الجبرية المتخدة ضد الشخصين المعنيين ارتفعت اسعار القمحي لتقترب من مستوياتها القياسية مع توقف الامدادات القادمة من منطقة البحر الاسود وارتفعت اسعار العقود المستقبلية في بورصة شيكاغو بنسبة 7% لتلامس 13 دولار لكل بوشيل مسجلة مكاسب اسبوعية عادل 41% ما يمثل اكبر اتفاع منذ ما يزيد عن 6 عقود نهاية الموجز في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة